موسيقى موجود في الجهة الجنوبية من أورشاليم القدس خلف جبل الزيتون بتشوفوا أيضا البلدة القديمة مع وادي قدرون وخلف مباشرة جبل الزيتون المحبب على قلب يسوع المسيح اجتمع المسيح مع التلاميذ ليتناول العشاء الأخير عشاء الفصح لكن كان التلاميذ في حالة حزن ولسيما أنبأ بإنكار بطرس وخيانة يهودا والفكرة كلها أن المسيح سيسلم في هذه الليلة ورح يموت على الصليب فالفكرة كانت والوضع والمناخ الموجودين فيه كان مناخ حزين فأراد الرب يسوع أن يشجع التلاميذ فأعطاهم تلت وعود بتلت عطايا في العلية صهيوني الوراي بالعشاء الأخير وعدهم بالسلام قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا وهذا مهم جدا سلام المسيح هذا السلام أحبائي ليس كما يعطي العالم سلام المسيح وسلام الكمال وسلام الشفاء وسلام الحرية وسلام القوة هذا السلام ليس مؤقت مثل سلام العالم ولا مزيف ولا سلام مبني على مصالح أو مطامع شخصية ولا هو سلام السلم لفترة معينة لكنه سلام حقيقي ينبع من الداخل إلى الخارج ونحصل على هذا السلام عندما نقبل ونقبل يسوع المسيح روميا خمس واحد مكتوب فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح فوعد المسيح بهذا السلام كعطية كتركة كورثة ورثها للتلاميذ يستمتعوا بالسلام رغم الألام رغم الاضطهادات الشرسة رغم الموت لكن كان عندهم سلام عجيب من رئيس السلام من إله السلام ربنا يسوع المسيح الوعد الثاني قال أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به في بيت أبي منازل كثيرة وإلا كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا ومتى مضيت وأعدت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم معي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي المسيح وعد بحضوره قال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظاهر وأيضا قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أنا أكون في وسطهم لكن صعود إلى السماء هو فعلا عم بيجهز بيت عم بعد مكان لكل واحد وأجمل مكان وأفضل مكان هو يسوع أن نكون في ضمن أو في حضور يسوع وهذا كان تشجيع للتلاميذ للحياة الأبدية والضمان والتأكيد الأبدي أنه يوما ما سيرجع المسيح ويأخذ كنيسته أحباؤه لكي نكون معه في كل حين أما الوعد الثالث والعطية الثالثة بنشوفها في إنجيل يحنى 14-15-16 بقول خير لكم أن أنطلق طبعا بيتكلم عن مجيء المعزة الروح القدس الشفيع الذي يمكث معكم ويدوم فيكم إلى الأبد فوعدهم بمجيء الروح القدس الروح القدس بعزة الروح القدس ملازم ومرافق للتلاميذ معين في خدمتهم يسندهم يذكرهم يعلمهم يبكت الخطى وأيضا يقود الناس إلى يسوع المسيح هذه الوعود كانت مهمة جدا في علية صهيون وعدوا بالسلام وعدوا في المنزل الأبدي ووعدوا أيضا بمجيء الروح القدس حتى يكون عندهم الشجاعة ويكون عندهم الثقة أنهم غير متركون غير يتامة بل رب المجد معهم وفيهم وبيتمت أو بيعمل من خلالهم ويمكث أيضا معهم اشتركوا في القناة